أنت كنت من الناس اللي نزلوا في 25 يناير ولي نزلوا في 30 ستة؟ أنا نزلت في 30 ستة 25 يناير في الأول ما كنت منزلتش لأن كانت الصورة كانتش واضحة بالنسبالي أو بشكل ضبابي جداً إنما لما حصل التغيير قلنا ماشي حلو التغيير والتغيير يبقى للأحسن ومحدش يكره إننا نتجهنا على التغيير أحسن إنما اللي حصل بعد كده وإن الموضوع اتسرق واتلف خلاني أصر إن أنا ننزل في 30 ستة ومن أول الناس اللي نزلت في 36 وفي 37 مؤيد للمشروع اللي إحنا ماشيين فيه دلوقتي الناس بتقول إن تغيير الخارطة بتاعت الطريق خلت بعض أو شباب كتير من الشباب اللي نزلوا أيدوا في 36 نم يعذفوا نم يبتعدوا نم يتجنبوا بعض اللي نزلوا في 36 موجودين النهاردة بيوحكاموا زي حركة 6 إبريل وغيره بتشوف هل بعد 36 أو بعد 37 اللي نفضوا عن هذا الحدث هل أسبابهم مقنعة في إبتعادهم الآن ولا شايفها إزاي هي خارطة الطريق خلينا نقول على حاجة هو مش قرآن ده في الأول وفي الآخر خارطة الطريق دي اللي هي بما يتماشى مع حل نحن كمصريين ده نمرة واحد نمرة اتنين السيد الرئيس عدل منصور وهو رجل له كل اللي احترام والتأدير وأنا أفخر أن يكون رئيس جمهوريتي في الفترة دي السيد الرئيس عدل منصور هو استعبل كل قطاعات المجتمع بما فيهم إحنا وأنا رحت هناك وقعدنا في الاتحادية وكلمنا على موضوع بتأخيرات الطريق اللي يهمنا إحنا كمصريين أنت كنت من ناس اللي كانوا بيقايدوا فكرة الانتخابات البرلمانية الأول ولا الرئاسية الأول رئاسية الأول طبعا رئاسية الأول إحنا كمصريين عندنا حالة إن إحنا لازم يكون عندنا رئيس ولازم يكون عندنا برلمان بس الرئيس إحنا شعب كده يعني إحنا شعب بنحب نتجه وراء رئيس يقضنا ويبقى فيهم عندنا مشروعات ويبقى عندنا اتجاه وطني أو اتجاه قومي فأنا مؤيد جدا جدا الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية فأنا شايف إن إحنا ماشيين في اتجاه صح يعني سبقى انتخابات الرئاسية شايفوا إزاي أنا لغاية دلوقتي إحنا النهاردة السبت حتى الآن الكلام اللي بيتردد بعد عودة سيد المشير السيسي من رحلته الموسكو إنه سوف ترشح بعد ما قوات المسلحة فوضته أو وافقت على ترشحه لانتخابات الرئاسة والشعب كله مفوضه وهناك نسبة كبيرة جدا تؤيده أيضا أستاذ حمدين صباحي هناك نسبة كبيرة جدا تؤيده الدكتور عبد المناء وابل الفتوح أعلن انسحابه لسه بنستمع لأسماء أخرى المستشار المرتضى منصورك معايا كما تعلم الحلقة بتاعت يوم الأربع اللي فات وأعلن انه هو بعد ما شوف قانون الانتخابات نوي انه يرشح نفسه في سباق الرئاسة الجمهورية شايف انتخابات الرئاسة ازاي وإيه المطلوب في رئيس الجمهورية القادم وانت هترشح مين ولا انت فعلا خلاص حسمت الموضوع لصالح المشير السيسي أنا شايف ان اللي بيصل ده ده حراج ديمقراطي حلو جدا جدا ترشح سيد حمدين صباحي دي حاجة كويسة جدا جدا وترشح اي حد تاني دي حاجة كويسة جدا جدا لان لما يبع عندك اكتر من مرشح ده ده بيخلي الناس عندها الفرصة للاختيار انا بالنسبة لي انا ميال اكتر لسيادة المشير السيسي مواقفه من تلاتين ستة لحد دلوقتي بتخلينا احنا كمصريين عايزين 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 زعيم عايزين زعيم بالاضافة للمشروع قوم ينمشوا قراء انا اختياراتي اذا هو ترشح المشير السيسي انا هكون من المؤيدين لي انما كل اللي احتراموا التأدير لجميع المرشحين وانا شايف ان ده ده حاجة كويسة جدا جدا وده حاجة ديمقراطية جدا جدا تب فكرة وجود مرشح محسوب عطال الاسلامي شايفها ازاي يعني البعض بقول حقهم انهم يخشوا في انتخابات الرئاسة مرة اخرى يبقى ليهم فرصة في هذا الموضوع ارجع اقولك ان الشعب خلاص يعني يعني ما فيش حاجة دلوقتي ما فيش حد يتضحك عليه دلوقتي فاللي عايز يترشح اهلا بي بس انا واثق من النتيجة في الاخر ان الناس مش هتروح للسنة دي يعني حتة السنة دي بتاعت زمان دي ان احنا نقول لحد تعالى وناخد بطاقته والزيت والسكر وتعالى مش هيحصل تاني خلاص الشعب بقى عنده وعي مش هقولك نسبة مية في المية انما ازيت بكتير جدا 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 في الفترة من بتاعت 25 يناير مرورا بتلاتين ستة لكن في نفس الوقت يطلع شباب اخرين يقولك لأ احنا بتوع الثورة احنا عايزين مرشح الثورة حتى الان احنا بنرى ان مرشح الثورة هو واحد مفروض نزل مع الثورة يروى انه الاستاذ حمدين صباحي دي حاجة كويسة جدا ومن حقهم ومن حقهم انما في الاخر كلمة كلمة الشعب في الاخر انا مش بفرد على الناس ان هم يختاروا حد معين انا بقول رأي ده رأي ده اللي انا بختاره ده اللي انا بعايز اقيده انما ده لا يقلل من الاستاذ حمدين بالعكس انا عرفه معرفة شخصية واحترمه جدا جدا انما ده اختياري ودرأي الحاجة التانية احنا محتاجين في مصر يا جماعة دلوقتي شوية هدوء شوية راحة شوية نعرف بس ان العجلة تطلع شوية احنا بقلنا ثلاث سنين في اسوأ الظروف الاقتصادية على كل المجالات فمحتاجين بس ان احنا نتقدم لقدام الفترة البلبلة والمظاهرات والعطلة دي مش في مصلحتنا دلوقتي طيب اذا كنا منتكلم في هذا الاطار يجي رأيي تاني ودايما يقول لك طيب المشير السيسي محسوب على القوات المسلحة اذا نحن نوعيد فكرة انتاج مرة اخرى حكم عسكري لمصر بعد ان تحولت او كانت تتحول مصر الى دولة مدنية ترد تقول ايه الحاكم خلفيته تبع عسكرية او مدنية ده لا مش معناه ان الدولة عسكرية او مدنية الحاكم هو شخص الناس بتصق فيه بتوليه امورها انما الشعب في المرحلة اللي احنا فيها دي مش هيدحك عليه يعني كونه ان هو ينزل يختار او يؤيد او يدي التفويت ده بالشكل الكبير ده مش عشان خلفية عسكرية لا هو يعايزين استقرار في البلد فهو الموضوع ملوش دعوة بقى الدولة ده مدنية والدولة العسكرية دولة مدنية دي اللي بيحددها الدستور والقانون اللي احنا استفتين عليه واللي احنا وافقنا عليه ده ده ميساق الدولة انما الدولة يحكمني حد خلفية عسكرية او حد خلفية مدنية ده مش معناه النجاح المطلق ده ميساق الدولة